مجتمع الدولي يلتفط لأفريقيا دي تخلي الواحد يحط عنوان كده لطيف وإحنا بنتكلم مع دكتور خالد هل تعتقد يا دكتور خالد أن هذا المجتمع الدولي أو ما يطلق على نفسه أحيانا دول العالم الحر في حين أنه هو دول العالم التي استعبدت كل البشرين استعبدونا أولاد الذين المفتريين دول وقتلوا فينا وارتكبوا من الشنائع والجرائم أكثرها يعني يعني مش عايزين نرجع لأيام ليوبولد لما دبح حوالي مليون كونجولي يعني بس مش دي القصة هل هذا العالم مستعد أنه يفلت أو يفلت إفريقيا بقى شوية أنه يطرق إفريقيا للأفارقة ليتنفسوا ويصنعوا أو يصنعوا ويزرعوا وينبوا الاقتصاد الإفريقي ولا هيقدر طول الوقت بيستخدم أدوات حتى يظل رابضا فوق الصدور سيظل رابضا فوق الصدور إذا لم يتحرق إذا لم يتحرق أو تتحرك أو الاتحاد الإفريقي ويكون لدى هيئات المختلفة القدرة على وضع رؤية وستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على الربط الرقم بين هو النهاردة هو اللي بيعيق حركة التجارة البينية بين الدول الإفريقية قدية هو إحنا لو رجعنا الأرقام هو حجم التبادل والتجار أفريقيا بتستورد قدية خمسمية أربعة وستين مليار دولار حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية بعضها البعض لا يتجاوز الخمستاشر في المية من الرقم من الرقم ده طب الصين أكبر متين واربعة وخمسين مليار جنيه حجم التبادل والتجاري من بين الصين وبين الدول الإفريقية 49% من الرقم طب إحنا عشان نقول إحنا عوزين نتحرر من هذا الكبوس لأن إفريقيا مليئة بالكنوز وليه القوة العظمى بتيجي على إفريقيا لما لها من إمكانيات لما لها من مواد قام مش موجودة في مكان تاني في العالم الحجم السروات الطبعية بشكل غير محدود حجم البساء أنا نهارده تدعيات حرب روسيا أوكرانيا واللهيب الذي يحدث حول العالم من ارتفاع الغلاء الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار ومعدلات التدخم في كل اقتصادات العالم ليه علشان هم يعني بيمثلوا 42% من تجارة الحبوب والمحاصيل الزراعية حول العالم بما فيها للدول الإفريقية برغم أن الدول الإفريقية تملك 67% من إجمال المساحة الكلية في العالم كله الصلاحة للزراع فعمليا المفرد أنه إفريقيا هي اللي تأكل العالم 6% من المساحة القرى الأرضية كلها في إفريقيا احنا النهاردة احنا عندنا أرادة ولدينا رؤية واستراتيجية وفيه تكامل لأن النهاردة لابد أن يحدث دراسة لكل الدول الإفريقية على كل دولة على هذا بالإمكانيات والقدرات المتاحة بالنسبة له وإزاي أن عظم الاستفادة الموجودة لده هذه الدول وإزاي أننا أعمل التكامل الصناعي واربط وده في المؤتمر الأخير لقاسة مصر للدول الكوميسيا هو تحقيق ودعم الصناعات التكاملية بين الدول الكوميسيا وبعدها البعض إزاي أننا أعمل التكامل الصناعي إزاي أننا تفرى هائلة في هذا القطاع الحقيق والهام إزاي عشان أحد استنمية حقيقية مستدامة لكل الدول الإفريقية محتاج إيه محتاج بنية تحتية محتاج صرف محتاج أموال مين اللي هدعم ده إزاي كان فيه التكامل الاقتصادي الصناعي بكل الأشكاله وكل أنواعه يحدث من خلال مظلة ألا وهي الاتحاد الإفريقي ليحدث الفارج ده آخر الأراضي الإفريقية إزاي حدث ده يبقى إيدي الدول الإفريقية مجتمعة أن تخرج من عبائد الاستعمار والاستبداد والاستغلال للصروات والمناجم الإفريقية من خلال ده قدر أن الدول الإفريقية تتحرر بكامل وقدر أن هي الدول تعظم الاستفادة بما لديها من إمكانيات وقدرات وقدر أن الاقتصاد الإفريقي بشكل عام أن يحقق طفرة هلا ويكون رقم فيه مش 3% ممكن ينصل لـ 30% و40% من إجمال حجم النتج المحل الإجمالي ده بالإضافة أن بيحدث التنمية الشاملة داخل كل الدول الإفريقية يبقى عندنا بنية تحتية شبكة الطرق الموانئ كل ده وبعدين إفريقيا تمتاز أن البحار والمحيطات يحطوها من كل الجوانئ هل تم استغلال الشواطئ دي في السياحة أو الصناعات المرتبطة بالبحر أو الموانئ أو كل استغلال ده موجود أنا أقول لو استغلنا جزء لم نيستغل باقي الأجزاء إنما عندنا في إفريقيا لا لحد النهاردة طفر اللي حصلت للإتحاد الإفريقي أثناء رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي وكان أبرز ما يميزها هو تمرير الاتفاقية التجارة الحرة بين الدول العداء اللي عددهم 54 هل تم تفعيلها هل تم زيادة حجم التبادر التجاري بين مصر وبين كل الدول الإفريقية بعضها البعض ما هي الحواجز اللي موجودة وتعيق حركة التجارة البيانية بين الدول الإفريقية بعضها البعض كيفية إنشاء وحدة أمن زي ما قال جميل قال أنه يعوق بعض الجماعات الإرهابية تعوق التنمية هل فعلا فيه وحدة أمن تابعة للتحدي الإفريقي قادرة على مواقع الإرهاب أو أماكن التي تحدث إرهاب وتحدث قلاق لكل الدول الإفريقية هل موجود هذه الوحدة هل موجود خريط الطريق لتحقيق التكامل الصناعي اللي موجود هل موجود خريط الطريق لتحقيق التكامل الزراعي اللي موجود هل موجود خريط الطريق لتحقيق التكامل في الانتاج الحيوان التاجبط وانتاج الداجيني هل موجود خريط الطريق للاستغلال أمس للسروات السماكية اللي موجودة هل موجود خريط الطريق للاستغلال الأنهار اللي موجودة داخل القرى الإفريقية هل موجود استغلال أمس لكل الاحتياطات الهائلة الموجودة من الدهب والألماز واليورانيوم وكل السرعة المعدنية الموجودة هل خارطة موجود موجودة ويبقى في الاتحاد الإفريقية هو ممثل لكل الدول الإفريقية ومن خلاله تنبص كل اللجان ويقدر يحط كل هذه الخارطة الطريق أمام نصب عيانه ويقوم بالتنفيذ فعلا لتحقيق أولاً الاجتفاء الذاتي من الغذاء داخل القارة الأفريقية أفريقية في خطر بسبب مجاعة وبسبب تدعيات الحرب الروسية الليورانية برغم من أغنى قراءة العالمية القارة الأفريقية